أخيرا ردق رئيس وزراء بريطانيا للدغوط الأمريكية وقرر التخلي التدريجي عن معدات شركة هواوي الصينية القرار البريطاني أنهى الفترة الذهبية التي بشر بها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون ليدخل البلاد في حرب تجارية مع بيكين خطوة جونسون بحضر هواوي جاءت خوفا من تضرر بلاده من العقوبات الأمريكية بعدما سبح للعملاق الصيني بلعب دور محدود في بناء البنية التحتية اللاسلكية فائقة السرعة في البلاد قرار حضر هواوي لم يكن سهلا لكنه القرار الصحيح لشبكات الاتصالة في البلاد وللأمن القومي لبريطانيا والاقتصادين الآن وعلى المدى الطويل تراجع جونسون عن هواوي لا قصدا إيجابيا من سقور حزب المحافظين تراجع قد يكلفه ثمنا ضاهظا أمام ناخبيه الذين وعدهم بتوفير تقنية النطاق العريض من الانترنت بحلول عام 2025 فضلا عن التهديدات الصينية بالانتقام من القرار البريطاني فالسفير الصيني في بريطانيا كان واضحا عندما اعتبر أن حضر هواوي يعني معاملة الصين كدولة معادية وهو تشويه لصورة بريطانيا بأنها دولة غير مستقلة عن الولايات المتحدة كذلك الحكومة كانت مربكة بشأن السماح لهواوي بالعمل وتبين أن استراتيجيتها تضمنت تهاونا غير مفهوم حول هواوي والأمن القومي البريطاني حظر هواوي التي نشطت لعشرين عاما في بريطانيا سيمتد أثره إلى المستخدمين حيث حذرت شركة بيتي وفودافون من أن إزالة معدات الشركة الصينية سيستغرق سنوات وقد يتسبب بانقطاع في الخدمة لدى بعض المستخدمين يرى بعض المراقبين أن جونسون يحاول أن يجد طريقا لبلاده من أجل الحد من الأضرار عندما منح بلادي مولة لغاية عام 2027 بتفكيك معدات هواوي بالكامل من شبكات الجيل الخامس البريطانية فضلا عن إبقائه على تقنية الجيل الرابع والثالث للشركة الصينية مستصر لندن الميادين